يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون التقوى غاية الصوم العظمى وهي اجتناب ما حرم الله وأداء مفترض فالصوم يربي في المسلم هذا المعنى ففي الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه فكيف يصوم المسلم عن الطعام والشراب وهو يشهد الزور أو يأخذ الرشوة ويأكل الربى أو يقع في أعراض الناس والصوم يعين المسلم على ضبط نفسه وكضم غيظه والصبر على أذى الناس ففي الحديث الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن مرء صائم فالصوم يربي في المسلم مراقبة الله وابتغاء وجهه بالعمل فحاذر من أن تتعب نفسك بترك الطعام والشراب دون أن تنال ثمرة الصيام إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر